أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 67 وخلال كلمته أمام الدورة الثامنة والخمسين بعد المائة لمجلس الجامعة العربية وصف أبو الغيت تجميد المصاري السياسي لحل القضية الفلسطينية بأنه دريمة في حق المستقبل إن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وأقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 يظل المفتاح الأهم لاستقرار هذه المنطقة على المدى الطويل وتجاهل هذه القضية لا يعني اختفاءها أو انزواءها فهي قضية عربية حية تحظى بالإجماع العربي بل والدولي على مدى عقود وستظل قضية أساسية لدى هذه الجامعة إلى أن تجد طريقها إلى الحل وفق مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي